مخيمات اللجوء الفلسطينية بحلب ومعاناة الحصار والحرب لم يشأ النظام إلا وأن أقحمها في النزاع واتخذ منها مواقع عسكرية لضرب الثوار بالإضافة إلى تجنيد عدد من شبان المخيم كشبيحة للقتال في صف النظام لا في منهم مدني وفي منهم يعني مع الثورة بس الأكترية هون اللي موجودين كانوا مع هدول جماعة أحمد جبريل صنيعة النظام يعني النظام هو اللي كان يدعمل هو اللي كان يسويين الله الرحمن الرحيم نحن بفضل الله وبعون الله قمنا بتحرير المخيم من هذه العصابات المجوسية من الشيعة والإيرانيين وشبيحة الفلسطيني وشبيحة البكارة حندرات مخيم سيطر عليه الثوار مؤخرا في معركة فك الأسرة وشبيحته الذين قاتلوا في صف النظام تخلى عنهم عندما فروا إليه إلى سجن حلب المركز أول شيء شبيحة أننا بده يفوت الثوار بده يكسر ويخرب ويدمر وكذا ما شفنا غير راجمة تبعى زهراء عند دوار ليرامون بلشت قصف فينا وهي هنا يطلع على ناشة نحن ننظف البيوت أول ما راهوا على السجن كرشوا بره باب السجن سكروا باب السجن وعافوا شبيحة المخيم بره واسألها المخيم نصف شبيحة المخيم تأتلوا بره في حين نزح أهالي المخيم تحت قصف النظام يأمل الثوار بأن يتمكنوا من إنهاء المعركة وإكمال السيطرة على مشفى الكندي والسجن المركزي لإعادة سكان المخيم إلى منازلهم في غير الجوة وعطشنا وبعدين لما صار ضرب علينا والبناء انهدت اللي قاعدين فيها بالأجار كمان وقاموا بعدين تانهار طلعنا وأسناد أخونا للمخيم بتفاجعنا أن أكثر النساء اللي موجودات كانوا مرهبينهم بأنه جيش الحر من الوحوش اللي بيحلف عن النسوان بيكبر عليه وبيصير إله فتفاجعنا يعني أني منين جت الحكي كان الجيش الجيش الضباط اللي يخبروا بهالشي هذا لما دخلنا فيه عندنا أسماء شبيحة ما آزينا أي حدا الأشخاص المطلوبين أخذناهم ما اقتصنا منهم إن كان في رقب تدم هناك محاكم شرعية تتابع الموضوع معهم أما باقي الناس عملناهم كأهلنا وكأخوتنا وقدمنا لهم أي شيء نستطيع تقديمه حتى أنا كدكتور قمت بمعالجة طبعا نتيجة القصف قمت بمعالجة الكثير من المدنيين في المخيم مخيم حندرات للنازحين الفلسطينيين حوله النظام إلى تكن عسكرية وجند من صفوف أبناء المخيم شبيحة قاتلوا ضد الثوار الثوار تمكنوا من تحرير هذا المخيم والسيطرة عليه وبات نازحه فلسطين بضيافة شعب سوريا وليسوا بضيافة النظام السوري مؤيد سلوم أوريانت نيوز من مخيم حندرات بحلب ترجمة نانسي قنقر